حضراتكم فاكرين يوم الاتنين اللي فات أما كنت شايف إخواننا الجزائريين وهم في الشارع السعادة والرقص والغناء وكل هذه الأشياء قلتلكوا لو سمحتم اصبروا شوية علشان نشوف إيه اللي حيحصل وإيه الموضوع هو ده اللي احنا فيه النهاردة النهاردة أكبر مظاهرات منذ أن بدأت أحداث الجزائر طبعاً الناس ابتدت تتكلم على إنه هي المسألة مش وقلت لحضراتكم إن المسألة مش مسألة إنه الانتخابات تبقى في إبريل أو بعد كده هي مسألة التمديد الآن يتحدثون عن التمديد وبدأ الشعب الجزائري بعد أن كان يتحدث إنه هو يرفض الولاية الخامسة الشعب الجزائري الآن يتحدث عن إسقاط النظام لأنه طبعاً اكتشفوا أن الأمر لما طلع البيان وأن الرئيس بوتفريقة قال إنه لا ينتوي التراشح لولاية خامسة ده معناه إنه هو لن يعني حتى الآن لم يظهر إذا كان سيرحل أو لا يرحل الأخضر الإبراهيمي كان بيتكلم مبارح إنه هو يعني إنهم حيراعوا ده في ما يسمى في الجمعية الوطنية وفي كتابة الدستور فابتدى الشعب الجزائري يشعر أن هناك مماطلة وأن هناك يعني تضيع للوقت وأن هناك يعني طلب إنه السنة اللي كان طالبها الرئيس بدل ما كان ياخدها في العهدى الخامسة حياخدها في العهدى الرابعة ماذا سيحدث؟ زي ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده كنا بنتكلم إنه يعني هل سيصل إلى إبريل أو لا يصل الآن السؤال من سيحسم الأمر؟ الآن الجيش يتحدث عن إنه الجيش والشعب إيد وحدة وإنه الجيش يعني يرعى مصالح المواطنين الجزائريين ولكن ماذا سيحدث؟ الجزائريين الآن الموجودين في الشوارع عشان يكون دقيق في الكلام يرفضون استمرار النخبة الحاكمة الموجودة مين حيصيطر على الأمر؟ مين حيقرر ما يحدث؟ هو ده اللي هنشوفه في الأيام القادمة رئيس الوزراء هو وزير الداخلية السابق فوزير الداخلية موجود، رئيس الأركام موجود، الأخدر الإبراهيم موجود، كل هؤلاء موجودين ولكن يبدو إن الشعب الجزائري يرفض كل هذه الأسماء ويريد أن يبدأ في ورقة بيضاء جديدة هل سيكتبون في نفس الكتاب أم سيبدؤون كتاباً جديداً؟ هو ده السؤال اللي موجود في الجزائر دلوقتي وطبعاً لأننا يعني مرينا بمثل هذه الأمور نسأل السؤال الأهم هل سينجح الجزائريين في الانتقال بهدوء وبنعومة من الجمهورية الأولى للجمهورية التانية؟ أم سيحدث لهم ما حدث في ربيع عربي آخر؟ هو ده السؤال المهم اللي لازم حضراتكو ترقبوه في الفترة القادمة ونرجو في كل الأحوال أن تحافظ الجزائر على وحدتها وعلى اقتصادها كلام عن أنه حتى الآن الغاز والبترول استخراجهم مستمر وأن الاقتصاد الجزائري مازال متماسكاً نريد أن يستطيع هؤلاء الناس الشرفاء أن يحافظوا على بلدهم حتى النهاية ماذا سيختاروا؟ هو أمر خاص بالجزائريين يختاروا الاستمرار في نفس الكتاب أم أو أن يقوموا بطباعة كتاب جديد؟ هو ده اللي احنا حنفهمه في الفترة القادمة